كومبراسر من شركة شاومي واللي يتميز بشكله وحجمه له صغير واداءه عالي ويعتبر مضخة هوى متنقله داخل العلبة راح ييه معه جنطة صغيرة علشان تحافظ عليه وحق تخزين الاكسسوارات اللي تيه معاه كابل مايكرو يو اس بي علشان تشحن فيه الكمبراسر وادابترين حق التفخ واحد يستخدم مثلا حق الكرة والثاني حق بعض السياكل او القواري وهذا شكله ايه باللون الاسود المطفي وحجمه وايد ممتاز وصغير من تحت راح تلقى منفذ المايكرو يو اس بي حق الشحن وعلشان تشحن الجهاز تقدر تستخدم اي شاحن عندك مثلا شواحن التليفونات اهم شي تكون 5 فولت وبطارية تقعد معاك تقريبا نص ساعة استخدام واذا تبيت شغله بس تسحب الهوز اللي فوق راح يكون شغال معاك وجاهز حق الاستخدام والجهاز فيه اكثر من مود حق الاستخدام مثلا عندك اول شي حق القواري اذا تبيت تدفخ اي قاري عندك او السياكل وعندك بعد يدفخ السيارات وكل انواع الكور مثلا عندك كرة سلة كرة قدم كرة طائرة وتقدر بعد تتحكم قوة الضغط تقدر تزيد قوته او تقلل عليها وفيه اضاءة من فوق تقدر تشغلها عن طريق هذا الزر راح تفيدك مثلا اذا كنت قاعد تدفخ طائر السيارة بالليل وتبيضاءه وبالنص هنا عندك زر تشغيل الجهاز الجهاز وايد قوي بالتفخ مثلا عندي هذه الكورة واركب بالجهاز الادابتر حك تفخ الكور وبالجهاز احدد النوع او المود اللي راح استخدمه حق التفخ واختار قوة التفخ ورح يتفخ الكورة على طول الكورة خدت مني تقريبا 35 ثانية على ما تتفخت بشكل كامل المدة تعتمد على حسب نوع الكورة وقوة الضغط اللي انت مختارها بالجهاز وحتى لما تتفخت واير السيارة المدة تعتمد على الضغط او القوة اللي انت حاطها واذا تبي تعرف استهلاك او تشم باقي من بطاريات الجهاز عندك ليت من تحت يبيلك اذا كان الجهاز مشحون او لا فاذا الليت لونه ابيض يعني البطارية عندك فوق ال 50% واذا صار لونه برتغالي يعني بطاريات الجهاز من 20 الى 50% واذا احمر يعني البطارية 20% ولازم تشحن الجهاز واذا تركت الجهاز بدون استخدام لمدة ثلاث دقائق راح يطفي معاك بروحك او تقدر ترجع الهوز مكانه وراح يطفي الجهاز على طول واذا خلص منه تقدر تحافظ عليه بالشيز او الجنطة اللي تيي معاه وداخلها بعد في مكان صغير حق الكابل والادابتر عشان ما يضيعون سعر الجهاز 16 دينار ونصف متوفر في موقع ميم ستور